إنه قطار سريع كالطائرة هذا ماجليف قطار مغناطسي معلق وهو يعد ثورة في عالم النقل ماجليف ليس علم صواريخ بل متفوق عليه لكن هناك خطب ما في أول حادث استدام لقطار مغناطسي معلق توفي 23 شخصا هذه هي القصة وراء مستقبل النقل في أعماق ريف المراعي في شمال ألمانيا تقع منشأة طورت عربة مغناطسية معلقة أو ماجليف كلفت منشأة اختبار النظام النقل السريع ترانس رابيد أكثر من مليار دولار وشيدت لاختبار القطار المغناطسي المعلق تعمل سكة العرض هذه منذ أكثر من عشرين عاما وقد قطع ماجليف قرابة مليون كيلو متر عبرها السكة التجريبية مفتوحة أمام العامة وهي تجذب كل عام ألاف السياح المتلهفين لاختبار إثارة ركوب قطار مغناطسي معلق بأنفسهم في المجمل اختبر ما يزيد على نصف مليون زائر فضولي هذا القطار المعلق السريع دون وقوع حوادث لكن في أحد الأيام في سبتمبر واجه ماجليف تحولاً ماساوياً في الأحداث لقد انطلق في جولة اختبارية وسرعان ما زادت سرعته لتصل إلى مائتي كيلو متر في الساعة إنه يقطع عادة السكة التجريبية التي تمتد مسافة واحد وثلاثين كيلو متراً ونصف في غضون دقائق ليصل إلى سرعة أربعمائة وخمسين كيلو متراً في الساعة في الطرق المستقيمة لكن بعد أقل من ستين ثانية من انطلاقه في هذه الجولة الاختبارية حدث ما هو غير متوقع كانت هناك عربة صيانة على السكة أيضاً تتحقق من مسار السكة وخلوها من الركام والمشاكل كان أول حادث كبير بالنسبة لتقنية استغرق صنعها قرناً من الزمان وبدأ التحقيق طرحت أسئلة بشأن ما حدث وسببه وكان هناك الكثير على المحك لأن ماجليف كان على وشك أن يصبح إنجازاً كبيراً كان جاهزاً ليغير الطريقة التي نسافر فيها في القرن الحادي والعشرين كما فعلت الطائرة في القرن المنصر ماجليف هي مركبة تندفع بشكل مغناطسي وترتفع فوق خط السكة ويمكنها السير بسرعات تزيد على 500 كيلو متر في الساعة دون أن تغادر الأرض وكذلك دون سائق معظم الناس لم يسمعوا بها لكن طبقاً لهؤلاء الخبراء ستتجه الأجال في المستقبل نحو محطة ماجليف بدلاً من المطار إن كان ما يقولونه صحيحاً ماجليف هو اتحاد نقل بحد ذاته فهو يقدم أمكانية السفر بين المدن بسرعات تفوق سرعة سيارة سباق الفورميولا ون مع ماجليف تلتقي سرعة الطائرة مع راحة القطار لتقدم تحميلاً وتفريغاً سريعين في المحطات الواقعة في قلب المدينة مباشرةً كيفين كوتس هو مستشار نقل إنه مدهش لذا يمكنك التخطيط لرحلتك تصور السفر في أرجاء الولايات المتحدة من مدينة إلى أخرى في رحلات طولها 800 كم أو أقل وتصل في الوقت المحدد بالثانية في كل رحلة هؤلاء المسافرون سيعتبرون هذا أمراً لا يصدق لكن هذا ما يعد به نظام النقل الجديد هذا إن نظام النقل المغناطيسي المعلق هو ما يميزه عن أشكال النقل الجماعية الأخرى تمثل هذه التقنية ثورة في عالم النقل ماغليف يطفو فوق خط السكة وخط السكة والمركبة يعملان سوياً لإحداث الارتفاع والدفع المغناطيسي والتحكم به لا يلائم أي جزء منهما أي نظام نقل آخر يستخدم نظام النقل السريع الجذب المغناطيسي على طول المركبة تسحب المغانط المتصلة بأعلى هذه الدعامة المصنوعة من الألمنيوم نحو أسفل السكة تنظم الحواسيب قوة المغانط وتبقي المركبة معلقة على ارتفاع عشرة مليمترات بالضبط مهما كانت الحمولة التي ينقلها القطار المغناطيسي لن يتصل بالسطح الخرساني والفولاذي للهيكل تصل زينة كل عربة مغناطيسية خمسين طنا وهي قادرة على نقل حمولة تزيد على عشرين طنا مما يجعلها أثقل من الدبابة نظام الرفع المتطور هذا لا يرفع عربة وحمولة تصل زينتها إلى سبعين طنا ويعلقها فحسب بل يدفعها أيضا بسرعة تتجاوز أربعة مئة كيلو متر في الساعة فوق السكة بعشرة مليمترات دائما يبدو هذا الكلام مدهشا لكن هنا في منشأة ترانس رابيد للاختبارات في ألمانيا طور فريق من المهندسين الجيل القادم من القطارات المغناطيسية هذه أضخم منشأة اختبارات من نوعها في العالم يتم تجميع مركبات ماغليف في مصنع قريب من السكة التجربية يتم صنع كل مكون حسب الطلب وحسب مواصفات محددة هايكو لوباك الذي يعمل في فريق TR09 الهندسي يريد تغيير الطريقة التي نسافر بها ثمت الكثير من سوء الفهم سيكون لدينا ضجة أقل وسيكون استهلاك الطاقة أقل كما أنه ليس لدينا انبعاثات للغاز ولا حتى من المغانط لأن الحقل المغناطيسي لمغانط التوجيه والارتفاع أقل أقل من المجال المغناطيسي الناجم عن التلفاز في منزلك يؤمن مطوروه بنجاح هذه الآلة لدرجة أنهم استثمروا مليارات الدولارات فيه من سيشتري نظام ماغليف إذن؟ على مسافة بعيدة من ألمانيا في جمهورية الصين الشعبية يحدث ماغليف ثورة في البنية التحتية للمواصلات بدأت الصين تبرز بسرعة كقوة اقتصادية وتقرر البدء ببناء أنظمة التعليق المغناطيسي يستطيع القادة هنا رؤية الكثير من الفوائد فتعداد الصين السكاني يبلغ ملياراً وثلاثمائة مليون نسمة وعليهم العثور على طريقة فعالة لنقل كل من الناس والبضائع في ظل النقص المتوقع في الوقود الأحفوري إنهم يخططون للمستقبل وهذه الخطة تشمل ماغليف لقد طلبوا في البداية نظام ماغليف يمتد لثلاثين كيلو متراً ليسافر من شانجهاي إلى مطارها الدولي بكلفة مليار ومئتي مليون دولار أمريكي لكن مهندسي ترانس رابيد علموا بأن هذا العقد الأول كان اختباراً حقيقياً كانت الحكومة هنا تخطط لوضع سيكاك إضافية وأرادت توسيع القطارات المغناطيسية في أرجاء الصين تضمنت سيكاكو ماغليف المرتقبة واحدة بين شانجهاي وبلدة هانججو السياحية وهي مسافة تمتد مائة وسبعين كيلو متراً وبلغت ميزانيتها أربعة مليارات دولار وتضمنت كذلك حلقة وصل بين شانجهاي وبكين عبر ألف ومائتي كيلو متر بكلفة اثنين وعشرين مليار دولار أي ما يعادل ثمانية عشر مليار دولار أمريكي للكيلو متر الواحد لماذا قرر المشترون الصينيون الاستثمار في هذه التقنية في حين كانت هناك الكثير من الطائرات والقطارات عالية السرعة ولماذا أودعوا مستقبل اقتصادهم في نموذج بالنسبة للمهندسين في ترانس ربيد الإجابة على هذا السؤال بسيطة هناك مشكلة كبيرة في نظام النقل العالمي وفقا لهم فقد حظيت السيارات والقطارات والطائرات بوقتها كما أن مجال الطيران تحديدا يواجه أزمة تلوح في الأفق الناس يحبون الطائرات لأنها سريعة ومريحة كما أنها قللت من الوقت المطلوب للسفر لمسافات بعيدة لكن الطلب على النقل الجوي يزداد على الأرض يعتبر التأخير مشكلة رئيسية والآن باتت السماء تواجه مشكلة الازدحام المروري الخانق كل عام يتم صنع المزيد من الطائرات بالإضافة إلى مطارات أكبر لخدمتها ومع ظهور طائرة Airbus A380 الكبيرة أصبحنا نصنع طائرات أكبر شيئا فشيئا لكن هذا الحل لا يفعل شيئا لمعالجة المشكلة الرئيسية الأخرى التي تواجه شركات الطيران ألا وهي كلفة الوقود للتحليق في السماء طائرة 747 تستهلك 170 لترا في الدقيقة وهو كاف لملء ثلاث سيارات كل 60 ثانية ووفقا لخبراء قطرات ماجليف هذا يتسبب بمشكلة أسعار النفط تزداد كلفة وسترتفع الأسعار حين يصبح أشد ندرة ويزيد الطلب عليه وستزداد كلفة الطيران ولا حل لهذه المشكلة أبدا إن كانت هذه هي الحال سيبحث الناس في مكان آخر عن نظام نقل فعال يمكنه أن يحل محل النقل الجوي أمرت ترانس رابيد مهندسها بالبحث عن نقطة الضعف في مجال الطيران اكتشفوا أن نقطة الضعف هي رحلة قصيرة التي تقل مسافتها عن 700 كيلو متر في الولايات المتحدة تشكل الرحلات التي تقل مسافتها عن 1000 كيلو متر حوالي 50% من سوق الطيران وهي مكلفة وغير فعالة وتملأ السماء بالطائرات لهذا صممت ترانس رابيد نظام ماغليف الخاص بها لتنهي سيطرة الطيران على هذه الطرق القصيرة والاستبدالها بحل سريع وصديق للبيئة وفعال من حيث التكلفة كانت الصين الزبون الأول أدركت الحكومة الصينية إمكانيات ماغليف وطلبت أول نظام ماغناطيسي تجاري معلق في العالم لكن تعين صنعه بعد ذلك وهنا بدأت المشكلة على غرار مراحل البحث المتعلقة بالطائرة والسيارة والقطار والمركبة الفضائية كان ماغليف قيد التطوير لعقود تملك السكك الحديدية في ألمانيا تاريخا طويلا من الابتكار يعود لعام 1835 كانت القطارات هناك تسافر بسرعة تفوق 200 كم في الساعة في الثلاثينيات يتم عرض نموذج مصغر على سكة اختبار طولها 1600 كم تصل سرعته حتى 149 كم في الساعة ليسير في منعطفات بزاوية 45 درجة دون أن يهتز كان ذلك في الثلاثينيات حين حلم المخترع الألماني هيرمان كيمبر لأول مرة بقطار دون عجلات إنه نظام سيسخر قوة المغانط ليرفع المركبات ويدفعها إلى الأمام غير أن مشكلتين عملتا على تأخير إنتاجها كانت المشكلة الأولى هي قوة الحواسيب المكونات الإلكترونية القوية كالحواسيب كانت ضرورية للسيطرة على النظام لهذا مضت عقود قبل التمكن من اختبار هذه النظريات إلا أن هذه الأشياء غريبة المظهر لم تسر بسرعة كبيرة بالمقارنة مع القطارات المغناطسية الحالية لكنها أرضت الجماهير وكانت كافية للحفاظ على التقدم البطيء للتنمية لكن بينما ازدادت سرعات المركبات ظهرت مشكلة ثانية لم يعثر المهندسون على نظام رفع مستقر أو فعال بما يكفي لرفع الزلاقات عن الأرض كانت تسير إلى الأمام باستخدام الدفع المغناطسي لكن المحبطة في الأمر بأنها كانت ما تزال تعتمد على العجلات ولأنهم لم يتمكنوا من رفع المركبات كان البحث والتطوير المتعلق بهذه التقنية الثورية معرضين لخطر التوقف كان ماغليف في طريقه ليصبح مجرد حاشية في تاريخ التجارب الفاشلة لكن تغير شيء حينها جعل مشروع ماغليف يرتفع عن الأرض عام 1974 جربوا مهندسو ترانس رابيد نظاما جديدا قسموا القطار إلى قسمين قاموا بتركيب المغانط على الزلاقة ووضعوا المحرك الأساسي في السكة وقد قلل ذلك من وزن المركبة بمساعدة الصواريخ تم دفع هذا النموذج إلى الأمام بسرعة 400 كم واحد في الساعة كان هذا إنجازا وكانوا بحاجته ليبعث حياة جديدة في هذا المشروع الآن بقي أمام ترانس رابيد أمر واحد فقط عليها فعله لإقناع العالم بأن هذا قد يكون نظاما رائعا كان عليها صنع واحد بعد حل مشكلة الحاسوب والمحرك بدأت بصنع نظام لنقل البشر في عام 1980 اختارت منطقة آيمسلاند في شمال ألمانيا لإنشاء أول سكة تجربية دائمة تمتد واحدا وثلاثين كيلو مترا ونصف مؤلفة من حلقة مزدوجة بعيدا عن أعين المتطفلين والنقاد أثبت أن تلك التكنولوجيا التي تم تطويرها كانت ثورة بحد ذاتها تم بناء مسار سكة لتشمه السكة التجارية في الحجم والمسافة وبالقيام بهذا استطاع المهندسون دفع ماغليف إلى أقصى حدود السرعة والاحتمال والمناورة اليوم تعمل ترانس رابيد على نسختها الثامنة قطار تي آر صفر ثمانية لقد نجحت أخيرا في صنع نظام رفع وبتشغيل القطار بشكل يومي لمحاكاة تشغيل النظام العام يعتقد الباحثون الآن بأنه سيعيد تعريف فكرتنا عن السفر البعيد يجمع نظام ماغليف بين التقنية والسكك الحديدية التقليدية وميزة توفير الوقت كما في النقل الجوي مما يجعله وسيلة نقل برية تستخدم الطاقة بشكل فعال وقليلة الصيانة وسريعة جدا غير أن العديد من الدول بما فيها أمريكا ومعظم الدول أوروبا تستمر بتجنب استخدام هذا النظام يقترح النقاد بأن ماغليف نظام غير مجرب بما يكفي لبنائه من الصفر في أمريكا القطارات فائقة سرعة تكاد تكون معدومة وما زالت الخطط لتطبيقها هناك طي النسيان يشعر كيفين كوتس بالإحباط بسبب نقص الاهتمام بماغليف كل هؤلاء يهتمون بالسكك الحديدية ولا يريدون تطبيق شيء جديد لا يفهمونه المهندسون الاستشاريون يحاولون نصح الأجهزة الحكومية بما عليهم فعله ويطبقون ما يعرفونه وهم لا يعرفون ماغليف يعرفون السكة الحديدية والخفيفة السكة الخفيفة اسم منمق لعربات ترام التي سبق وأن استخدمناها لكن في الصين الناس يفهمون الحاجة للانتقال إلى ما بعد النقل العادي على السكة والذي يعتبر نظاما قديما في الحقيقة ما أثار اهتمام الحكومة الصينية حقا في قطار ماغليف كان الإمكانية المستقبلية المدهشة لهذه التقنية كانوا يعلمون بأنها إذا نجحت فقد تغير قطاع النقل في جميع أرجاء الصين وأي مكان أفضل لاختبار أول سكة حديدية تجارية من مدينة شنغهاي؟ هذه المدينة الصاخبة تضم عشرين مليون شخص إنها مكان حيث بدأت الصين القديمة تتنحى جانبا وبدأت تظهر صين جديدة وحديثة من تحت الأنقاض الصينيون يبنون مدينة المستقبل هنا وهم يريدون أن يكونوا نموذجا يحتذا به ينجذب رجال الأعمال المحترفون إلى شنغهاي بسبب بيئاتها الحديثة وفرص العمل الجديدة فيها وقد يتسبب ذلك بالمشاكل على الطرقات أشار التنبؤات سابقة أن ما يزيد على مليوني مركبة ستعرقل الشوارع في السنوات المقبلة وستصبح الطرق السريعة مكتظة حال بنائها السبب الذي جعل الصينيين يقررون عدم اعتماد المطارات أو أنظمة الطرق السريعة هو أنهم أدركوا أن التنقل بين المدن باستخدام الكهرباء حل مستدام لتلبية احتياجاتهم المستقبلية للنقل في مارس أذار عام 2001 بدأ بناء حلقة وصل فائقة السرعة بين شنغهاي ومطار بودونغ الدولي وهي الخطوة الأولى نحو بناء البنية التحتية للنقل لهذا الاقتصاد العصري إن الرحلة التي تستغرق ساعة في السيارة في الازدحام المروري والتي تنتج الضوضاء والتلوث قد تستغرق سبع دقائق ونصف على سكة ماغليف إلى أي مكان بدأ استخدام ماغليف للمساعدة على حل مشاكل النقل فكرة رائعة لكن كانت هناك تحديات هائلة بانتظارهم لم يتم تطبيقه من قبل قط سيتعين على المهندسين الألمان بناء نظام نقل ثوري وصنعه للمرة الأولى موسيقى وسيتعين عليهم التعامل مع انخفاض الأرض المستمر أسفل شنغهاي خلال القرن الماضي انخفضت لأكثر من مترين ولا توجد نهاية في الأفق وكلت مهمة بناء نظام مسار السكة إلى مهندسين صينيين لقد بدأوا ببناء مركبة عملاقة ستمتد من وسط مدينة شنغهاي وحتى مطارها الدولي أول مرحلة من هذا المشروع الضخم هي إخلاء الطرق تعين عليهم هدم المباني ونقل الأشخاص الذين كانوا يعيشون على طول هذه الطريق لكن المشاكل الحقيقية بدأت حين نظروا إلى تربة الموجودة أسفل هذه المنازل الطريق بأكمالها موجودة على السهول الفيضية لنهري يانج تسي وهونج بو تراكم الجرين والرمل هناك عبر ملايين السنين والأرض اللينة غير المستقرة لن تدعم البنية التحتية الضخمة اللازمة لماغليف كارلوس فينتورا هو مهندس إنشاءات التربة غير القادرة على تحمل أوزان كما هو الحال في أماكن مثل شنغهاي هي تربة تملك قدرة منخفضة جدا على مقاومات الضغط الناجم عن زيادة ضغط الأحمال التي ستوضع فوقها وسيكون لذلك في نهاية المطاف تأثير ضار على الهيكل لأن الهيكل سيغوص أو سيسقط أو سيصاب بتشوهات لقد تعرضت الصين لزلازل مدمرة في الماضي لو ضرب زلزال شنغهاي قد تؤدي حالة التربة هناك إلى ما يعرف بتميع التربة أو التربة السائلة في هذه التجربة البسيطة توضح الأستاذ دون شاتل من جامعة كولومبيا البريطانية كيف يستطيع تميع التربة الإطاحة بهيكل غير مدعم حين يضرب الزلزال تحاول جزيئات الرمل الانتقال إلى تكوين أشد كثافة لكن بسبب وجود المياه في طريقها ينتقل الحمل على الفور إلى الماء بدلا من التربة فيغرق المبنى ستمنع الهيكل الفرعية المناسبة كالدعمات الهيكل من الانهيار لكن المشكلة التي يواجهها المهندسون هنا كانت كمية الهيكل الفرعية الدقيقة التي يجب بناؤها للحفاظ على استقرار السكة والحد من تأثير الزلازل المستقبلية جاء المهندسون بخطة كانت الفكرة توزيع الوزن الهائل للسكة في أعماق الأرض سيتم تركيب أقسام السكة على سلسلة من الدعمات الموضوعة كل 25 مترا على طول الطريق كل رصيف سيستند على أوتاد خرسانية وهي كتلة معززة من الخرسانة توضع أسفل السطح مباشرة وستدعم هذه الأوتاد نفسها الأساسات تعين على المهندسين أخذوا أمرين بعين الاعتبار عند بناء الأوتاد أولا كلما كانت الأرصفة أكبر توجب أن تكون الدعمات أكبر في شنغهاي كانت الأوتاد الخرسانية على عمق مترين وبعرض 10 إلى 12 مترا هذا عنى بأنه على طول الطريق ستفصل مسافة قصيرة تساوي مترا بين الأوتاد لكن تعين على المهندسين أن يأخذوا بالحسبان قدرة التربة على حمل الوزن حيث كانوا يقومون بالبناء كلما ساءت نوعية التربة احتاج لعدد أكبر من الأوتاد وكلما كانت على مسافة أعمق في شنغهاي التربة سيئة جدا لدرجة أنه تعين على المهندسين إنزال الأوتاد حتى 30 مترا وفي بعض الحالات حتى 70 مترا أي ما يعادل مبنى مكونا من 23 طابقا وكل وتد مغطا بـ 20 إلى 24 ركيزة خرسانية منفردة على مدار المشروع قاموا بوضع ما يزيد على 24 ألف ركيزة كان لديهم 16 شهرا فقط لإكمال هذه المرحلة قبل وصول أولى مركبات الرفع المغناطسي المعلقة من ألمانيا في تلك الأثناء كان مهندسو ترانس رابيد يرزحون تحت ضغط كبير لتسليم المركبات التي ستسافر على مسارات صينية الصنع إنهم لم يبنوا نظام ماغليف تجاريا من قبل وهم لم يصنعوا سوى نماذج له لكن هذا لم يكن منتجا تجريبيا فالصينيون يريدونه أن يعمل وأن يعمل دون أي عيوب بعد استلام مشروع ماغليف في شنغهاي الذي يكلف مليار دولار كان لديهم 22 شهرا فقط لتسليمه ودعت الخطة لإنتاج نموذج تي آر صفر ثمانية على نطاق واسع كانت مقصورة الركاب سببا في بعض التحديات ذلك لأن هذا القسم يصنعك أي مقصورة ركاب في أي قطار آخر لكن هناك انتهت المقارنة على عكس القطار التقليدي الذي يملك قاطرة واحدة تسحب العديد من العربات كان ماغليف بأكمله عبارة عن وحدة دفع ورفع بالنسبة لشنغهاي كان الضغط يكمن ببناء 15 نظام دفع مستقلا في فترة زمنية مستحيلة تقريبا لا يحتوي ماغليف على أجزاء متحركة ولا مولدات لتوفير الكهرباء للمصابيح والحواسيب والأجهزة الإلكترونية المشمولة في العربة بمجرد أن يسير يستمد القوة من الشبكة لتفعيل المغانط تقوم بطاريات عملاقة بتخزين الطاقة من أجل الأضواء ولتشغيل الحواسيب الموجودة على متنه كما أنها تخدم كمغانط احتياطية في حالة انقطاع التيار الكهربائي لن يسقط قطار ماغليف على مسار السكة لأن البطاريات ستبدأ بالعمل وتبقيه مرفوعا بما يكفي لتتمكن من إيصاله إلى محطة توقف سهلا يستخدم نظام الدفع والرفع المغناطيسي الكهربائي ويتم دخل كهربائي في سلك ملفوف لتوليد حقل مغناطيسي وكلما زاد عدد اللفائف وزاد التيار كان الحقل المغناطيسي أقوى كم عدد المغناطي على متنه وكم يستطيع كل واحد منها أن يرفع هذه أسرار المهنة لكن بالسيطرة على طاقتها كشفت ترانس رابيد عن المفتاح لرفع ودفع مركبتها التي تزن سبعين طناً إن المحرك الطولي المستخدم في نظام الدفع المغناطيسي في ماغليف موجود في أنواع أخرى من وسائط النقل محرك طولي يستخدم كلما كانت هناك حاجة للتسارع السريع والثابت وأحياناً هذا يعني التسلية والألعاب في مدينة الألعاب هذه تستخدم تقنية الدفع المغناطيسي المأخوذة من ماغليف لدفع هذه الزلاجات وركابها بسرعات عالية الهدف من هذا التطبيق تقديم لمحة للزبائن عن قوى الجاذبية التي تقدمها التكنولوجيا المغناطيسية إنها واحدة من أسرع الألعاب في الولايات المتحدة ينطلق الركاب من سرعة صفر إلى 160 كم في الساعة في غضون سبع ثوان فقط إنهم يرتفعون إلى أعلى برج مؤلف من 41 طابقاً ويتوقفون ويبقون معلقين هناك لست ثوان ونصف في حالة عدم وزن تام بينما تتوقف الزلاجة ثم يبدأ النزول المفزع إلى الخلف هذا هو نوع الإقلاع الذي يمكن لماغليف تحقيقه لكنه ما زال جزءاً فقط من قوة التسارع المحتملة لديه تتبنى البحرية نظام الدفع في ماغليف في آلة إطلاق الطائرات على متن حاملات الطائرات إنهم يعتمدون حالياً على المكابس التي تعمل على البخار لإطلاق الطائرة إنها مجربة وحقيقية لكنها قديمة واستخدامها للطاقة غير فعال والأهم من كل شيء إنها تتسبب بالاهتزاز لكل من الطائرين والطائرات ستكون حاملات الطائرات المستقبلية مجهزة بأنظمة دفع مغناطسية معلقة للإطلاق حتى إنهم سيهبطون بالطائرة باستخدام مغانط فائقة القوة وفائدتها تحكم أكبر وعمر أطول للطائرة هذا يعني أن التحكم بكم الطاقة المستخدم يكون وفقاً لوزن الطائرة ولو أعطيت الفرصة لإطلاق العنان لجميع إمكانياتها ستكون النتائج مدهشة في قاعدة هولومان لسلاح الجو في صحراء نيو مكسيكو هناك سكة تجربية تستخدم مزلقة تعمل بالدفع الصاروخي لاختبار أنظمة أسلحة تصل سرعتها حتى ثمانية ماخ في عام 2003 سجلت هذه المزلقة الرقم القياسي على سرعة عشرة ألاف واربعمائة وثلاثين كيلو متراً في الساعة على الأرض الدمج القوي بين الصواريخ والمغانط هو ما يأخذ قطار ماغليف إلى السرعة العالية جداً مع سرعات كهذه تستطيع مركبة مغناطسية معلقة التحرك عبر صمام مفرغ من الهواء أو نفق حيث لا يوجد احتكاك مع الهواء وقد تصل سرعتها لما يزيد على ستة ألاف كيلو متر في الساعة وكي تقدر هذه الآلة المدهشة عليك أن تركبها وفي سكة التجربية في آيمسلاند يتسنى للناس تجربة مركبة ماغليف بشكل مباشر هذا مركز القيادة لترانس رابيد الخاص بسكة ماغليف التجربية في ألمانيا لدينا مسار يبلغ طوله 32 كيلو متراً هنا مع حوالي 8 كيلو مترات مستقيمة لاختبار السرعات العالية وفي الجزء الشمالي والجنوبي من السكة التجربية لدينا حلقة ومع هذا الشكل من الممكن إجراء اختبارات لمدة الجولة باستخدام المركبة بعد تفتيش دقيق في الحضيرة يمنح مركز القيادة الضوء الأخضر وبات ماغليف جاهزاً لاختبار سرعته الفائقة بنقرة على فأر الحسوب تفعل الحواسيب المغانط ويبدأ ماغليف بتحدي الجاذبية هذا القطار الممتاز بات جاهزاً الآن للسير اليوم ستصل سرعة انطلاقه إلى 400 كيلو متر في الساعة بوجود الخبراء الفنيين في أماكنهم بدأ اختبار السرعة هؤلاء الرجال والنساء هم الجزء البشري الوحيد في هذه العملية الموجهة بالحسوب بالكامل ترانس رابيد تعتقد أنه بإخراج البشر من معادلة التشغيل فستمتلك نظاماً أذكى وأكثر أماناً لهذا سلمت زمام السيطرة عليه للحواسيب سرعة القصوى لقطار نظام النقل السريع 500 كيلو متر في الساعة وبهذه السرعة لن يستطيع البشر إبداء رد فعل سريع فهم معتادون على إبقاء المركبة على مسافة محددة من المسارات للحصول على جولة سلسة والحواسيب تتحكم بالطاقة التي تصل إلى المركبة من السكة لدفعها في هذه المنشأة المخصصة لإجراء اختبارات شاملة لكل جولة هدف لتعزيز التكنولوجيا نظام ماكليف ألي بالكامل لهذا تسيطر الحواسيب على التسارع إنه قوي وثابت لكنه تدريجي كفاية بحيث لا يندفع الركاب إلى الخلف وهم في مقاعدهم في أول مرة ركبت فيها قطار ماكليف كنت في ألمانيا في السكة التجريبية وكنت في العربة الأولى أنظر عبر النافذة والمدهش هو أنه أثناء سير المركبة على السكة تشعر وكأنك تنظر إلى رسوم فيديو متحركة إنه سريع جداً يبدو كأنه من غير الواقعي أن هناك شيئاً يتحرك بهذه السرعة وقد يكون سلس الحركة والحقيقة هي أن الدقة بين المركبات ومسار السكة محكمة للغاية لدرجة أن الاهتزاز موجود في أدنى حد ممكن لكن لا يوجد متسع من الوقت كي يفتن التقنيون بالمناظر الجميلة فهم منشغلون تماماً في الاختبار التجريبي إنهم يدورون في الحلقة العملاقة ويستعدون للتسارع لأكثر من عشرة كيلومترات مباشرة سيصل ماجليف إلى سرعته القصوى في هذا الاختبار ولأن قطار ماجليف يرتفع تم التخلص من الاحتكاك الناجم عن الاتصال بالسكة الموجود في القطارات التقليدية هذا يعني سرعات أعلى ومعدلات تسارع وتباطئ أسرع تقاس القوة بالبيت والكيلوواط وليس بالحصان تجري هذه الحواسيب الفائقة ملايين العمليات الحسابية في الثانية لترسل وتستقبل المعلومات من المغانط والمسار للحفاظ على استقرار ماجليف وتقدمه هذا أشبه بركوب لوحة رك مجا على الموجة إنها موجة مغناطسية وهكذا يندفع والطريقة التي يدفع بها مهندسو ترانس رابيد هي بتسريع الموجة في المسار إنهم يسيطرون عليها بشكل تام ويمكن أن تسير بداخله دون وضع الحزام حركته سلسة للغاية منشأة الاختبار قادرة على محاكاة كل وضع قد يواجهه القطار المغناطسي خلال العملية التجارية فقد سار خلال المطر والثلج والرياح وحتى عواصف البرق إن السرعة خلال المنعطفات محددة بمائتي كيلو متر في الساعة من أجل راحة الركاب على السكة التجريبية كما هي الحال في العمليات الطبيعية لا يمكن تعريض الركاب لقوى طرد مركزي عالية وحين يصل إلى الجزء المستقيم تزداد سرعة ماجليف لتصل إلى السرعة القصوى لقد تم تصوير هذا المشهد بالوقت الحقيقي يجمع الخبراء الفنيون البيانات من أجل تحليلها وتتم مراقبة سرعة وأداء ماجليف بعناية في مركز القيادة إنه يصل إلى سرعة أربعمائة كيلو متر في الساعة بينما ينطلق بشكل مستقيم لقد أكمل ماجليف الاختبار بنجاح يتم جمع البيانات ثم يعود المهندسون إلى لوح الرسم للعمل على الجيل القادم من القطارات المغناطيسية إن العمل هنا في هذا الفريق مثير جدا لكن كل يوم عمل يختلف عن اليوم الذي سبقه لدينا الكثير من الاختبارات المختلفة التي يتعين علينا إجراؤها وهذا يجعل الأمر مثيرا جدا وبالتأكيد نحن الآن في المرحلة التي يصبح فيها النظام تجاريا وهذا يجعله أشد إثارة كالسابق تم تسليم أول قطار ماجليف لشانجهاي في صيف عام 2002 وبدأ رفع الأحمال الثقيلة يمكن قياس أي فشل بأجزاء من المليمتر بدأ العمال بعملية حساسة وهي تجميع مقصورة الركاب كانت مسألة بضعة أشهر فقط حتى بدأوا ببناء القطار المغناطيسي وقد تمت مراقبة كل خطوة بعناية بينما يتم تركيب مقصورة الركاب تم تركيب الحواسيب ثم حانت اللحظة الحاسمة حين زودوه بالكهرباء هل سينطلق؟ تم تشغيل المفاتيح وبدأت المركبة بالارتفاع بعد نجاح الاختبار تم تفكيكه تم فصل الهيكل المعدني عن نظام الدفع ثم تم تحميل أقسام المركبة على ناقلات مسطحة وأخذت إلى سفينة الشحن من أجل رحلتها إلى شانجهاي لكن بقيت مشكلتان استطاعت ترانس رابيت صنع ثلاث مركبات في خمسة عشر شهرا لكن عليها تسليم اثنتي عشرة مركبة أخرى في الأشهر الاثني عشر القادمة هل ستعمل هذه المركبات التي تم تجميعها في ألمانيا على المسار المشيد في شانجهاي؟ كانت النتائج تملك إمكانية أن تكون أكبر إنجاز منذ صنع القطار أو أن تكون كارثة قيمتها مليار دولار في الحادي عشر من سبتمبر عام 2002 أي بعد قرابة ثمانية عشر شهرا من بدء البناء تم تركيب مركبات ماغلف على المسار وبدأت الجولة التجريبية كانت خطوة ضرورية قبل أن يتمكن الناس من ركوب قطار ماغلف من وسط المدينة إلى المطار مع الاحتفال والضجة وراءهم حان الوقت الآن ليثبت المهندسون بأن المبدأ نجح جاء فريقاء البناء الألماني والصيني من تقاليد وأنظمة هندسية مختلفة هل سيتمكنون من التغلب على مشكلتي الوقت والمسافة ومن تنفيذ مواصفات تصميم بدرجة احتمال أقل من مليمترين؟ كانت المسارات في شنجهاي نسخة معدلة عن النسخة الهندسية الألمانية بدلا من بناء روافد للمسار طولها خمسون مترا قسمها المهندسون الصينيون من المنتصف واستخدموا عوارض طولها خمسة وعشرون مترا بدلا من ذلك ضعف هذا العمل وعدد العوارض المطلوب من أجل المسار لمسافة ثلاثين كيلو مترا لكنه سهل نقل الأجزاء وتجميعها وعانى أن الفريق الصيني سيكون قادرا على الوفاء بالموعد النهائي للبناء حتى بالنسبة للخبراء كانت هذه أعجوبة في شنجهاي لديك نظام يمتد مساره لثلاثين كيلو مترا ونصف الكيلو متر وقد بني ضمن قدرة احتمال تعادل مليمترا واحدا على طوله الكامل وعلى حد علمي وحسب معرفتي لا يوجد شيء في العالم يقترب من هذا المستوى من الدقة ليظل مسار السكة ضمن مواصفات التشغيل الصارمة استخدم المهندسون نظاما قابلا للتعديل سمح لهم بتصحيح المسار إذا تم تثبيته نظام الحمل الثلاثي يرفع أو يخفض دعامات المسار لتعديل مكانها كانت هناك أكثر من عشرة ألاف ركيزة قابلة للتعديل على طول الطريق لكن لم تكن جميع أقسام المسار صلبة من الخرسانة كانت بعضها مصنوعة من الفلاذ هذه المفاتيح الفلاذية تنحن عند تلقي الأوامر وتتيح للقطار تغيير مساراته لكن السرعة كانت محددة بمئتي كيلو متر في الساعة عند المنعطفات المشكلة كانت مع الركاب من البشر والتغيير المفاجئ في الاتجاه بسرعة عالية سيتسبب برمي المسافرين من أماكنهم بعد اكتمال المسار تقريبا وتركيب أول مركبة مغناطيسية بشكل آمن تم إجراء اختبار باستخدام قطار واحد في اختبارات السرعة زاد المهندسون سرعته حتى 500 كيلو متر في الساعة وحققوا رقما قياسيا جديدا لأنظمة السكك التجارية لكن كان هناك عائق آخر عليهم مواجهته كان هناك مساران يسيران جنبا إلى جنب كان عليهم الآن تشغيل مركبتين بجانب بعضهما سيمر القطاران على مقربة من بعضهما بسرعة مجموعها 860 كيلو مترا في الساعة بناء على عمليات المحاكاة والبحث صممت المركبات وصنعت لتحتمل تأثيرات الضغط العالي الناجمة عن الرياح بينما يمران بجانب بعضهما بسرعة القصوى لكنهم لم يجروا اختبارا فعليا لمرورهما بجانب بعضهما من قبل لم يستطع المهندسون الموافقة على استخدام الجمهور له قبل اكمال هذا الاختبار انطلق واحد من محطة شارع لونج يانج وسط المدينة والآخر من محطة مطار شانجهاي في غضون ثلاث دقائق ونصف فقط سيصلان الى نقطة الوسط على السكة حيث ستمر المركبتان بجانب بعضهما ستزداد سرعة كل منهما الى سرعة قصوى تعادل 430 كيلو مترا في الساعة وستحتمل هذه السرعة لاقل من دقيقة وعلى سرعة مجموعها 860 كيلو مترا في الساعة سيمر القطاران المغناطسيان بجانب بعضهما كان هذا نجاحا بالنسبة للفريق احتمل قطار ماغليف هذا الاختبار الحاسم بقي الان سؤال واحد فقط هل سيدفع الناس نقودا لاستخدامه؟ تدفق الصينيون الى هذا النظام الجديد وفي غضون ثلاث سنوات راكب ثمانية ملايين راكب ماغليف شانجهاي انها وسيلة نقل مذهلة حقا واكثر ما يعجبني هو بانه موثوق فعلا انها رحلة لمسافة 30 كيلو مترا ونصف الكيلو متر وتستغرق الرحلة حوالي سبع دقائق وثلاثين ثانية لكن المركبات تغادر وتصل في الوقت المحدد هذا مذهل اعني بانه يكاد يكون مثاليا لن يصدق الناس ذلك قطع ماغليف شانجهاي اكثر من مليوني كيلو متر وتدوم الخدمة 18 ساعة في اليوم حتى ان سكان شانجهاي يتباهون به على انه مصدر جذب سياحي ولسبب وجيه هو حاليا نظام النقل التجاري السريع الوحيد في العالم في اغسطس اب عام 2006 تسبب عطل في البطارية باندلاع حريق لكن لم يصب احد باذا الى جانب هذه الحادثة يملك قطار شانجهاي سجل سلامة رائعا وهو يسير بدقة في الثانية في كل جولة تدوم لسبع دقائق ونصف بالنسبة للصين ماغليف شانجهاي هو نموذج لصناعة قطارات ماغليف في البلاد وهو يبشر بعصر جديد في مجال النقل في الصين لكن ما الذي يخبئه المستقبل لقطارات ماغليف خارج الصين الحوادث كاستدام قطار النقل السريع في المانيا لم تساعد على بناء ثقة بهذه التقنية إنها قصة حزينة لا ينبغي أن تحدث فهو لم يكن بأي شكل من الأشكال فشلا في التقنية ارتكب أحدهم غلطة أو ارتكبها بضعة أشخاص ولسوء الحظ كانت هناك وفيات ما زال الخبراء يدرسون سبب تحطومه وسبب الأضرار الناجمة عن ذلك أيضا وهناك دروس يمكن تعلمها من كل مأساة وكيفين كوتس يشير إلى بعض الحقائق المثيرة بقدر ما كان هذا الحادث الذي حدث في ألمانيا رهيبا إلا أن هناك بعض الأمور التي أدهشتني مع معرفتي لما أعرفه عن هذا النظام أولا لأن القطارات المغناطيسية لا تحمل مصدر وقودها لم تكن هناك نار ولا انفجار لم يندلع حريق أعني بأن الطائرات تتحطم وستندلع النيران والسيارات والشاحنات تتحطم ثم يندلع حريق لا شيء من ذلك حدث الأمر الآخر هو أن المركبة لم تخرج عن مسارها حتى بالرغم من استدامه بسيارة صيانة تازن ستين طنا إلا أنه لم يخرج عن مساره قد يكون الخروج عن السكة مشكلة كبيرة في أنظمة السكك التقليدية في الثالث من يونيو حزيران من عام 1998 في شمال ألمانيا تفككت عجلة في قطار انتر سيتي إكسبرس فائق السرعة خرج القطار عن مساره على سرعة 200 كم في الساعة قوة السيارات أثناء استدامها ببعضها تسببت بموت وإصابات الركاب على طول القطار توفي 100 وراكب وأصيب 105 ركاب بإصابات خطيرة لكن حادث من هذا النوع حيث تنقلب المركبات وتتدحرج يستحيل من الناحية العملية مع نظام ماجلذ لم ينقلب ولم ينقسم لذا يستطيع الناس أن يطمئنوا بأنه إذا عبرت هذه الأنظمة مناطق سكناهم لا يجب أن يخشوا الأضرار الإضافية عند وقوع استدام ما رغم أنني أخاطر بالقول بأن استداما كهذا لن يحدث مع الخط التجاري أبدا في شانجهاي احتمال وقوع حادثة كهذه مستبعد جدا لأنه خط تجاري وتم تركب أنظمة ضمان الأمان وإذا اكتشف الحاسوب أي شيء على السكة فهو سيتوقف على الفور لكن المسار التجريبي في ألمانيا يضم أنظمة يدوية تتولى زمام السيطرة عليه ليتيح للمشغلين اختبار سرعات مختلفة هذا يبين لي بأنك تستطيع تخطيط كل ما تريد تجربته لاستبعاد الناس من عمليات تشغيل أنظمة النقل فائقة السرعة لكن على أحدهم الضغط على زر الانطلاق وقد فعل أحدهم ذلك فعل ذلك في الوقت الخطأ لكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من الخسائر الرهيبة في الأرواح ما زلت مقتنعا مئة بالمئة بأنه لا يوجد نظام نقل أكثر أمانا منه في العالم إن قطار شانجهاي المغناطيسي هو مثال على التعاون الدولي الناجح في مجال الهندسة والبناء بالنسبة للصين هذه خطوة بعيدة عن أنظمة السفر التقليدية كالطائرات والقطارات التي تعتمد على النفط يمثل هذا النظام معيارا جديدا لوسائل النقل البري فائقة السرعة وبينما يزداد عدد السكان في أرجاء العالم وتصبح مراكز المدن أشد ازدحاما يزداد الضغط على البنية التحتية لوسائل النقل الحالية لدينا إن الميزة في ماجليف هو قدرته على نقل الناس والبضائع بشكل فعال وهو يفعل ذلك دون استخدام مكابس أو توربينات أو أجزاء متحركة الأهم من ذلك إنه نظام يعتمد بشكل أقل على النفط من القطار أو النقل الجوي لكن هل العالم مستعد للقيام بهذه القفزة وتبني عربات الرفع المغناطيسي؟ وفقا لخبراء النقل كل ما يلزم الآن هو الاستثمار في مستقبل هذه التقنية الجديدة